السلام عليكم في اليوم جاء بكم مقطع جديد اليوم جاء بكم وينكرون الحلقة الخامسة خامسة سالسة والله دعم يضيب الحلقات نعم ان اعطيكم العفاة والدعم الله يسعدكم جميعا وخلونا نبدأ في الحلقة شو راح نسوي اليوم غالبا انكم شفتوا الشباب راحوا الاند وتقاتلوا مع التنين وقتلوا وخلصوا وصوي شي هناك شيء اسطوري قبل ما نسوي هذا الشي لازم من يجي هنا ونسوي هذا الشي انا نسوي كذا عشان ما انسى طريقته اللي هو سميثنك تايبل هذي حقت إيش؟ هذي حقت والله ودي أبدلها بشي هنا بس ما دري الكرافتين نحتاجها الفرن نحتاجها مشكلة لو حطيت تحت بيخرب وعموم نخلونا نروح هنا مثل ما تشفون هذا المكان بديت يعني فيه وهذا المكان اللي هنا شوفوا وانو وصلت رايح ما خلصت والله بطوي بطوي مرة هو المغزة أصبروا أنا ليش جاي هنا أنا جاي هنا عشان أشيل النذر النذر لازم ينقص يروح بيت يعني هذا الغرفة راح تتغير هل دخلها جوه زيادة ما أدري لكن لازم أننا كسر اشت هذا المكان من هنا هذا كله يتكسر من الجهة هذه ومن الجهة هذه النذر هنا جاي مرة مخربة لكن خلونا ننزل الحين معنا النذر رأي تمدينا نسفيد منه أوكي هذا الاند فارم يا ساتر الزعاج الاند فارم الشباب حطين القريند ستون أهم شي عشان أنا بغضت أشيء تطويرات هذه مثل ما تشفون ما يشتبليت ليش أبغى أشيل تطويرات عشان يبدين أن أسوي بعدين وأجمع من هذا الشيء أكثر وأكثر اللي هو حق النذر رايت وسفيد وسالفة النذر رايت وأحاول أن يجي مندين أتوقع أن ما يكتب مندين في البيت والله أنا ما أدري أوه جايبين هذه بعد حلو من هذه كذا بعدين تحط الدرع أوكي أوكي طيب خلونا ننشيل البوتس في بداية نشيل البوتس نشيل تطوير منها ونطورها مرة ثانية ونشوف شي طلع The Best Rider 2 آه يا شباب ليه 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 ما جبتوا لهذا قعد أفكر أشي كل الأشياء اللي هنا لكن خلونا نرجع وشي هنا عندنا كتاب المندينك ونحاول نطور الحين تطويرات اللي نبغاها The Best Rider The Best Rider The Best Rider أوكي الله ما بغاها كذا بس عادي شو نسوي نشيل تطوير من The Best Rider بعد مدينينا أوكي يا رب 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 أوب أوب بروتكشن 4 Therns 2 اللعن الله استطوري حسنا حسنا حقا كيف لدي دميني بروتكشن 5 رب الحالة ليه الحالة ليه يعني الحين objetivo Yukya اليق días الكلباقي صراحة لم يجبوني والله ما يجبوني طيب أع Ensuite وأطور مرة ثانية ويت Brow لكن سيلك تاتش ما رح يستفيد منه خلني شيل من هذا بعد سيلك تاتش سالفة والله لو بو سيلك تاتش ممكن ما يجي خلوني شي تطوير مرة ثانية ما عندك مشكلة تطوير تطوير مرة ثانية ما عندك مشكلة تطوير نطور البكاكس حقنا ونصلحه شوفوا كيف عليه مندنك واصل ربع خلنشوف السرعة صلحنا الحمدلله طيب هذا تطوير تطوير مجديد ما عندك هاي مشكلة عادي لو نطوير بروتيكشن ثري أنا أبغام بروتيكشون فور كذا أبغام بروتيكشن ثور معي لفل معي كل شي والله أطور هذي ياارب لا إله إلا الله والله إيدي جامدة مرة والله إيجامدة مرة I Britt Shared قيلة تطوير فكرحطه على S.A.P.. ما ذلك أظهر تلقي لكن ما عندي كثير ما عندي لواحد مندنك يارب يارب أريك منغروقة الوحبد الله 24 يرمع بريكيك تكفى يو لبه ايه هذا الاوكس اللي نبغاه هذا 100 اندربير الحمد لله جيدة وعندنا هذي حقة ال اتوقع ان اسمها سميثينج شيء زي كذا اب لا والله اني نطيت بغرض عشان ما اخرر بالشكل يعني اوكي هذا الشي خلنا اطبخه لانه بيكون معنا الايترا بس او الايترا يبديني ندمجها مع التشست بليت شفت مقطع أوسلم يقدر يدمج التشست بليت مع الايترا بطريقة انه يرميها فوق هذا يعني زيكية فهمتو يرميها كذا وتدمج شيء اسطوري والله شيء اسطوري يضافه الشباب طيب عندنا اربعة ونجيب القولد ما معنى قولد هنا تكفون ما معنى قولد تكفون اخ ما معنى قولد كفي نروح البيت والله العظيم تكسير هنا يتاعع بعيال والله انه يتاعع قبلت السويق هذا كسر 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 كني ما سويت شيء والله حرفية كني ما سويت شيء اعتذر اذا تأخرت يعني في الحلقة دي يمكن تشوفون قبلها لعبة ابا ولعبة ابا ترى مصورة من زمان ويمكن نحرك عليكم اعتذر يعني شا سوي كان عندي مقطع ولازم بعد المقطع اللي هو شورتس بعدين مقطع زي كذا نظامي واضطريت اني ما اجمع حلقتين مع بعض لان الحلقة اصلا وصل على 20 دقيقة فابا الحالة 30 دقيقة خمسين دقيقة ما حتى تشايفها مثل الفكرة كذا اتوقع وبعد كذا وناخذ هذا الشيء ندمجة مع انا شوف انتش بليس صراحة اغلابكم ايه صح اغلابكم قال في حركة انا كنت اعرفها قبل لكن نسيتها صراحة اني مزوما ما علبتم ما انقرفت اللي هي ان الحين مثلا حطيت بكاكسينو وبكاكسينو طلع لي لبل يبغى 30 اذا قلبتم يصير اقل ففكرة جامدة نسيتها والله نسيتها هنا عندنا تشيس بليت ناخذها هذا الشيء متحمس لمر وقع انك كذا والله ضبط والله ضبط حبه حبتين يعني بدينا نطور شيئين الحين اللي هو والسلك تتش ولا السيف ثمانية ثمانية هنا ارمر توفنس نكباك رزيستنس السلك تتش ستة تكدمج خمسة تكدمج وتكسبيد نفسه اوكي داعش اشرة اوكي فرق بسيط طيب اول شي نطور لان فيها مندنك شيء اسطوري جدا الحمد الله وشيء الثاني اللي هو كنت افكر بالبنطلون والله ما ادري يا بنطلون يا خلينا نشوف بطلون صراحة اول مرة اطورت الطويرات بالناثر رايت فما اعرف شيء يعني اعتدرين تشوفوني اوه اني في احد ما اعرف هذا الاشياء انا ما اعرف يعني اول مرة اطور صراحة انا اشوف البكاكس جدا مهم لاني استخدم كثير الحمد الله حاليا معنا بكاكس ناثر رايت اني كذا شيء ستوري وفي اغلبكم يسألني وش سالفت وش اسم الشادرز هذا هو بي اس ال يعني زي كود بي اس ال بس حط بي الى الحين ما اضبطت هذا الشيء يبغالي اكسر تكملة هذي اودي اكسره اكثر بزيادة بحيث اننا وشهو لين اوصل هذا الشيء هو لازم اننا نوصل لهذا الشيء فخلونا الحين نشيل البوابة حق النذر البوابة حق النذر وراح نحطها بعدين متى بعدين ما ادري اخرش ابليس والله الصوت عالي يمكن يتغير مكان اننا ما ادري صراحة عن سالفة النذر احس ان بوابتنا مرة كبيرة اني بالغت انا بزيادة سالفة البوابة وكبرها لكن كنت بغى على الحرف وما اطلع مالك هذي يعني فلازم اصغرها لان مساحة مرة كبيرة ما اخذتها البوابة ثاني شيء انه اذا رسبنا هالطون انطيح تحت فكذا قاعدين نتدمج على الفاضي ونكسر الدرون على الفاضي بشكل غبي يعني خصوصا انك اصلا اطلعت من نذر تطلع ملاقلك لما يشترك يشترك طرف بقي شوية الـ 800 الله يسعدكم جميعنا انشروا القناة كذا وشتركوا جمعنا اخيرا الـ 8 بالطريقة هذي حق تلد الـ وقالة التمتكية هذي عاستريع كذا المهم تفتح هذا الشي وهنا تحط مثلا السيد زي كذا يطلع الكويت شيء بسيط وسهل حق انك تسوي بدين تشيله يعني ما راح اسوي موزر او مدروش اما معت الـ 8 اللي يبغاه مثل ما تشوفوا معي الباكت مد والمد بريك البلوكة هذي اسطورية عجبتني مرة مثل ما تشوفون عندي هنا الـ كان فوق بزيادة بدين نزلت احبه بدين نزلت قررت اني اوصل حد هذا الى هنا يعني لو تشوفون هنا رسمت خلاص اني بسوينا فجأة قررت اني اغير خلونا نبدأ من هنا البلوكات حسنا ما راح تكفي بس اي صح الطريقة حقت اني اجيب البلوكات هذي قلق شوي في بايوم خاص ومدري ايش بس في طريقة ثاني بعد وهذه نعبيها موية عشان نقدر نستخدمها على طول وتجيب بلوك ديرتي العادي هذا وتضغط عليك الكمية بالبتل لازم بلاس بتل اوكي زي كده فصراحة ممل شوي ما يعني اكذب عليكم اقول اوه ممل لا ممل والله ممل تجميع بشكل مم طبيعي سوي كده تحط الويت وراح يطلع عليك البلوك ما تشوفون الكمية اللي معي طيبة صراحة بس انها ما تكفي يعني من الاخر ما تكفي قررت اني احط المكان هذا تقريبا كم بلوك 9 الظاهر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حلو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فتسع فتسعة عشان يكون عندنا النصف اللي يحط فيها الويستونز هذي نحط بدالها المد بريك هذي اصفر لو حطته كذا يفرق لا والله ما يفرق اوكي اوه والله حطت صوته فخم اسمعوا ها صوت تكسير شو الصوت اني يحط البلوك والله غريب انا اسمعت عند لافة اول مرة بس ما توقعتها زي كذا اوكي بدأنا نجي بريد شوي رقع زي كذا بنحط باقي البلوكات كذا ويا رب اني كفي والله حس اننا ما يكفي صراحة اوه معي هذا كثير فخلونا نسوي كذا حلو يبدين يبدين نسويها هاليا وش نسوي نسوي شيء شوائي كذا عشان البلوكات او شي ما تكفي والله يمكن تكفي بس اننا يعني نعطي شكل كذا حلو زي مثلا كذا 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 أشوائي مرة 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 والله يا صوت الحفخم صوت الحفخم ألو لا اسبروا ان شاء الله اني تكفي هذه لا لا شو اهتنى غير من هذا زي كذا زي كذا خلاص خلصنا بلوكات الحمدلله كذا انا مريح حاليا الخطوة اللي بعدها وش نسوي نجيب هذا الشي كذا وكذا وكذا راح نسوي منها اربع يارب انه يكفي اللي ما يتوقع انه يكفي ان شاء الله يب يكفي حبة كذا والحبة الثانية كذا الثالثة كذا والرابعة كذا يبقى انا جمع خشب اكثر هلو نحط كذا واحدة بس جوه نجمع خشب ونكمل هذا الشيء بشتركه يعني وصلت على الحد من التنظيف ما تشونا حددت المكان خلاص ما ننظفه كامل الاطراف هذه راح ارجعها ستون عشان يعطي شكل مع هذا المكان ومنفس الوقت اللي هنا لو تشوفون هنا راح يختصر المكان وهنا برضو راح يختصر المكان قاعد افكر اني ينزل هذه بلوكة ولا خليها لك اذا هيو والله تحتي يا ليله مطول كالله بيقرب اشنا ذا مفروض ان ننزل هذه بلوكة لانه مثل ما تشوفون هنا محدد انه خلاص بقى نزل بلوكة وهذا المستوى الطبيعي اللي هو تحت هنا الحمد لله خلصت مش خلصت منه خلصت من تجميع الكام فاير شبت انه ما معي بون ميل انه نبغى عشرة نشيل كذا 47 22 زيادة 49 بالضبط ليش هذه البلوكات حسبتها صلعت 49 بلوك بالضبط يال والله بالربح ابدالله واندد بتربيح ما بطبيعي شفوه الحين ابقى خشم ما ما يخشم انا شاري بالنستاكين اصلا في هذه حلقة ما ما ديش سوي الله ما ديش سوي صفرت انه ما سويت انا اخر كروكوين من الكروكوين اللي جاني هدية في بداية السيرور شفوه شفو هذا الكروكوين حقتي 16 ربلك الله غالي شوي عبدالعبدالعبدالله رخص ياخي استاكينوا شوي على شي ترى يعني شي بسيطة رخص ياخي عميل زبون شلو تقوني بصور تقوني بقى نظف المكان حقي وردت بقى زينة شفتو قفو شوي ترى قبل يمين جيت بدخل نظر الدسكورد صور الله حيستر بالله اخ مره انا اعطيت هدية يعني هل ارادلنا هدية يعني اقوى باذن الله بسم الله وعلى بركة الله لاحظة 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 والله دائم النذر مكتب هنا فنت ساسي هنا زي اللي يقول لك مهرب اش سموناه اللهم انتش يسمع اه ذا فنت الحقين عمون قص يعني بيعرفو صور الله دائم اقسم بالله شكل جامد يعني بغض النذر على انه وضع انه مقلب لازم شدرت بس لازم شدرت ورا شكله ما نكلم لافا خلي يضبطنا حرف الفي يعني عجزنا نعرف والله يديم كذا والله يديم راح مالجا الثاني ناخذ لا لا الشمس عاكسة هنا ويش ده الشمس الغريبة يا بوي خلاص خذ علي صور حللناها بسم الله نبدأ الحيب بالمقلب حلو خلنشوف لافا شو يمسوي هنا بسم الله هنا كاتب يحاط لك الريد ستون يبين انها تعال منذ الطريق بس هنا نحط فنتات كثير ما ديش واضعه هنا مكتب هنا مكتب شي يعني مو اشتبه أو ممكن صوت كذا ما ادري هنا كاتب لك مقلب خفيف من آي لافا انت من المبوستر يمكن موجود هنا حلو يعني إن شاء الله أنا ما سوى شي هنا إن شاء الله أوكي هذا المبوستر ساسي ساس ألو شتعرفها يا خي لافا لو كنكسل للدنيا هنا أفضل اوت توني شوف هذه وش ده مات طويل شي هنا ما توقعنا ما سوى شي صح لا والله ما سوى شي ايه صح ما قلت لكم نظفت المنطقة الحمد لله هذه منطقة بقى زي هنا بعدين بضبطها بعدين في حلقة ثانية لكن المغزن الحين إني أضبط هذا المغزن هو أوكي انتو اشتبي اشتبي والله هيستعذك شكرا انا ما دي اشتبي صراحة بس أوكي آآ والله في صوت هنا والله اني خرشني اقطع شكلك يا شيخ ها لوو وش دهولي كيف رسوا نهنا ذول طيب الحين قفت فرون فاصولي يا اشفي يا كلير اشفي ما بغا شوف هديية فاصولي الي ما شوف شكذا ت سوي لافا هل أدخل نذر لأ شوف دي شباب تركيزي تراه في نسط الشاشة يعني ما شوف الاطراف اللي فوق الجهة شكذا دايمند ما دايمند ذلك الشيعتر ما شوفها لاني تركيزي في المربع اللي في النقص هذا بس كاعدي سوي لافا فورقة الحين الله كذا مشكلة شبه ما معنا بلكات الله يستر بسم الله جمع شوية بلكات واضح ان البكاكس كرفتا كارف اخلونا نورقة شوف شو سوي لابا هنا يعني هنا حاطنا النذر و هنا حاطنا اشياء ثانية سباشوف شو سوى بالضبط الله انا ما ادري حين اروح ااخذ الصورة لهذا الشي ولا لهذا شوف كيف شكله انا ما ادري الله ااخذ بلي اسكلافا ما ادري شو سوي حين هذا فاضي من جوه اوكي خلونا نشيله والله العظيم المغزم الحلقة صراحة التصميم وهذا الاشياء اوكي اوكي والله قاعد يعطينا بلكات الله يستهدى يعني ممكن نحتاج للون ما ادري والله دائم التصميم يا لابا يعني ما شاء الله حتى بالدماء حتى بالمقالب ما شاء الله الكريم بسم الله نظف اراه الوقلاس نحتاج نحتاج يعني اي شي نزره والله يا بننظف كثير خلونا ننظف بعض الاشياء ويشوف اذا طلع لي شي راح ارجعلكم باللقطة مطوي شوي والله مطوي شوي عنا كم دمية موجودة واحدة ثنتين ثلاث اربع تقريبا قلب ما ذكرني سويت لشي او تحرش او الله يشتر لا يكون في الفنتات دي لك كذا انا ادخل جوا ما لقيت شي يا رب انما انا في شي صدك اني ما شوف اي انفاجأ صراحة ها في شي تحت في اسم تحت عيال الله يخرج بليشك هو استغرب يقول شده يا ساتر اوكي لا بنايته وش والله اني على بال ان لا بحط شي تحت وحط عليه اسم زومبي موبز اي شي خرجني ريحة والله اقول لكم واضح اني حط شي بس ما انتبحت لها ما ادري وينها صراحة انا كسر تحت شوي شوف في شي والله ما حط شي تحت انا شوف اني بحث عن كل ماكن يمكن في مكان ما شفته صراحة انا اعتدر والله اعتدر صدك انا افتحت جنس فصولي ايها وانا قايل اني ببحث عن الشي اللي حاط لابا وصل ليه شكرا اسمعتنا لا يترى اصلا عادي هذا النظف يا الله يا مكان لابا يا الله كذا نايته لابا لا يديك لابا والله يا فصولي شكرا يا ساتر احيش تسوي تسوي كذا عشان تحط التشيست بس بشيل ودي يا مدير يا لابا لا صيدك يا لابا لا صيدك مشكرا هذي بلك على طول تكسر عيال كسر بلي الدفضل دخلونا نرقى فوق اصروا ما كسرنا هذي بات والله هذا هذي صر للكيبلي تحتي حلو ما في اي حل ثاني غير انه انه هنا يقول منقلب خفيف من اي لابا انت من بوستر انك موجود هنا قالي بنا في النذر فيه هدية وش الهدية معانا يدري الله يستر من لابا الله العظيم عملية تضيف مزعجة شوي بس والله سموت جو صراحة يعني ما اكذب عليكم امثلة الغراض اللي ما اخذ بليس خلونا نروح فوق بس ونحط اغراض فصولية شكرا يا فصولية الله يسعدك على الهدية الخرافية الاسطورية اللي ما اقدر استخدمها الحين شكرا فغالبا بحط هذا الشي هنا نرمي كل هذي عشان ناخذها حبا حبا بر الشنطة حلو الله حركة سريعة حركات فركات كان يبدينا ان نستخدم ذلك بس ما كان معنا مكان خلونا هنا نحط الغراض هذي ووو كم ستاك حوالي 7 حسات خلونا الحين نروح النذر شيء الاخير اللي هو النذر الله يستر الله يستر حلو رصبني في نفس مكاني يعني يرصبنا في نفس مكان حقنا حلو حلو ممتاز انا توني يدري عن سالفة انه يرصبنك في نفس مكان اللي حطيت في البوابه اول فشي حلو يعني مكاننا كان حلو مرة وكان ناقصنا اوكي كان ناقصنا الوذر سكليتن لازم نروح قلعة نلقالنا الوذر سكليتن ندبح نحاول نجيب روس باقرب وقت عشان نقاتل الوذر بوس نبغلنا بايكن انه تكسير متعف جدا الهيل لا بماديش حاط له هنا صراحة لكن يمكن يكون نحاط النذر لاننا كسرنا النذر حقتنا وقال باسطة المملك منقص الامانة رهيبة مرة والله ما كذب انها رهيبة مرة ما توقعت ان المدينة ادخل من اي مكان واقسمها حسبتها لازم تكون متصلة فشكل اسطوري جدا يا لعبة شكل على الهدية اللي اشوف انه نهذر ما ادري في شيء ذاني ولا لا لكن ان شاء الله انه هذا هذا الزومبي سبونر لازم نشيه لها يا شباب والله قاهرني خذ نشيه لها ونجدع لونكستر هذي نشيه لها نحط باي مكان ثاني مدينة استخدمها بس حاليا ما احتاج السبونر ابدا ابدا يعني الاغراض اللي فيه جدا ما هي بها بماتني اللي الروتين فليش اللي تقولون عشان القرويين يمديك تعطيهم وتتقايض معهم فحاليا ما احتاجه اللي نروح للمكان حقنا حاليا ما في ويستون فنظرنا نروح الاندربير انا عندنا اندربير كثير باسم الله يا رماموت ها ما تجي ذي لانه في الماء يعني وبوبوب هو توصل يا ساتر ألو 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 شوف وين وصلت قاع المحيط يا ساتر يعني عندنا هذا الويستوني بدينا استخد ما فيه مكان حلوين حلوين طيب هذا هو شكل نهائي أوه توني شوف هذي طيب بلوكتي طيب هل نكسر كده والله ما بي شي طيب البلوكة اللي أنا على هاتيك يا الله هل حي ما دي ما نروح الحرطية رح تكي المكان تطيق من بقى هذا ما رحت له لا 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 ما تجي يقولي يا لا لا الله هاتيك الله خلعتنا نظفه رصبنه في مكان ثاني والله شي غريب والله شي غريب نتحت رصبني في مكاني الأساسي اللي كنت فيه أول باقي هذا المكان صديم ما رحت له يعني رحت هنا رحت فوق اللي في العين وباقي هنا اوكي رجعني نفس مكاني ممتاز حيرة مليون والله الحيرة الحيرة مليون حين لا ألقى نشي فراح نكمل أغراض الغرفة هذي أو الدكور هذا الداخلي فبجهز الأغراض وبيعجيكم بإذن الله يا شباب شخص ما أقلبني شوفه اش جابلي تدا استو يا حبيبي التكسير شوف شوفوا البكاك شو سوي بس لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله العظيم أني كنت أفكر أني قاتل الويذر بوس عشان سالبت لهذا الشي شكرا لافا والله شكرا اقسم بالله يفك أزمة والله يفك أزمة كمية تكسيري عيال بشتو ما شاء الله الكريم يا أخي ما محسنت متعدئي شوفوا كيف السرع هذا شوفوا هذا اف جينسي فور ما بالكم لو اف جينسي فايف للشوفل نفسه بس من قسر لأسف ما في مندق فبطرني حط دايما عشان يتضبط الواضع نخلص هذا الشي على طول خلاص كمية تكسير كمية الوقت اللي خذيناه حسافة صراحة جبي بيكن المستجري من أحد الشباب كان أوف مخاصي ميزيمان شكرا شكرا يا لافا الله يسعد طيب وصلنا للمرحلة أنه ضبطنا المكان سوينا كل شي خلاص يعني لا أصمم أجم أخي عليك قال والله ما تصمم فحددنا المكان مثل ما تشوفون حاليا المكان هذا يعني مفروض أني يكمل هناك زهنة لكن للأسف هذا المكان راح يكون اللي طلاله فما راح نحط في مكان شستات فحاليا حطيت الكابستون هذا أقدر أبدل الكابستون بأي بلوك أبغاها حاولت والله حاولت يعني هنا في شستات صح أنه أخربه شوي بس أنها ما راح أشيلها إلا إذا صممت المكان كامل حاولت أني ألقى مكان أو ألقى تصميم كويس باللون الورتقالي اللي هو الخشب هذا أو هذا ما لقيت يعني مخ يعلق والله يعلق فأي أحد عنده تصميم كويس إرسللي على الإستقرام والله يسعدكم بالبلوكات الخشبية هذه ومع أي بلوكات ثانية سواء كابستون سواء ديورايت هذا ولا انديسايت أي بلوكات تشوفون فيها تصميم خرافي بشكل مبدعي يعني بس أبدل بلوكات السقف تقريبا كذا شي ممكن يضعف له شي والله العظيم مخ يعلق يعني لدرجة تشوفه حاولت والله حاولت هنا حطيت ستون بريك خشب حاولت أني خلي خشب من ذا الجهة من فوق من جنب جبت المد ما طلع ولا شكل كويس حطيت الأرضية بطقالية طبعا يعني ما ما جاء في بالي شي هذا اللي هو السموث ستون نقدر نحط منه سلابس لكن والله العظيم حجزت ألقى تصميم كويس لكم العافية للمشاهدة إن شاء الله سمتاتوا أهم شي يرسلوا تطميمكم على إستغرام والله حسيتكم تابعوني هناك يعني إذا وديكم سناب تويتر أي مكان وشوفكم على خير السلام اشتركوا في القناة